تأثير القلق والأزمات اللي عم نعيشها كلنا سوى على استيعاب الأطفال الطلاب والمراهقين بالمدرسة مع دكتور نادا إدموم عوض الباحثي والخبيرة بالشؤون التربوي والتعليم صباح الخير صباح النور كلنا قبل شوي كنا عم نحكي كنا عم تعلم نتنفس والصبح كنا عم نحكي أنه لازم نصف نيتنا نحن بوضع منه منه عادي وربما منه اعتيادي على كتير من الناس ومن بيناتهم الطلاب والمدرسة هلأ إذا بتجي للمنطق بتقولي كيف هالطلاب بدون يستوعبوا يعني هيدا أول فكرة كيف إذا نحن بكل ما يدين الحياة كل يوم منخبط راسنا مثل ما بيقولوا بالحياة مئة ألف مرة ببساطة كيف هالطلاب دكتور المعوض بدون يستوعبوا ونحن بقلق هالقد كبير هوني أنا وقتل بنحكي عن الطلاب هلأ كتير منهم بيقولوا ما سرلون ست شهور يعني سرلون من الشباط هالطلاب قاعدين بالبيت ما رحوا على المدرسة يمكن بيقولوا ما بقى يستوعب ما بقى يستوعبوا بدون يرجع يفوتوا بالجو بس أنا هون كشخص بشتغل مع الطلاب بعرف وبقول أنه أهم شغلة يلي لازم نكون عم نعملها اليوم لنرجع نردهم للمدرسة لحياتهم الطبيعية هي أنه نرجع نعطيهم إطار طبيعي يشتغلوا فيه وأول شغلة هون عن جد ندق بوجه من هون لوزارة التربية أنه خلينا نعطيهم خطط ثلاث خطط نقل لهم إذا خفت الكورونا قدرنا نرجع على المدرسة رح نرجع على المدرسة رح بيكون فيه امتحانات بهالطريقة إذا ضلينا بتعليم عن بعد رح بيكون الامتحانات بهالطريقة لهون فيه شغلة كتير مهمة سنة الماضي وقت الوقفنا صاروا يقولون لهم فيه تقديم والولاد ساعة ناطرين كورونا عم تطلع عم تنزل وسطه لآخر السنة ما فيه تقديم يعني هلأ الولاد يلي حتى يلي عندهم شهادات بيقولوا لك ما فيه تقديم إذا كملنا هيك يعني السنة ما رح يشتغلوا يعني كأنه أصدق عم بتقولي لازم نحط الولاد بكل السيناريوهات المحتملة ما نتركها مربوطة ونغير القرارات يعني مثل بتربية الأهل والولاد يعني نعم مزبوط نفس شيء ما فيه تتوعد ابنك بشي وما تعملوا أو العكس يعني حتى أنا هون فيني بطلب وبقول لازم نقلهم أنه يمكن نحنا نعمل السيناريو اللي عملته فرنسا سنت الماضي فرنسا اعتمدت عن نقطة المدرسة وعطت شهدة بكالوريا ماعطت إفادة يلي بالآخر سنتين عندهم عدل فوق العشرة عطتو الشهدة هيدا ما بتعتقد بس هيدا شيء ممكن يكون له ضرر سلبي بأنه لما الولد بيعرف أنه ممكن ما فيه امتحان أو مشي لا الولد رح يعرف أنه رح ياخد نقطة المدرسة يومك بيومك هو مضطر يكون عم يشتغل بيقلك أنا إذا ما صار تقديم ما رح ياخد نقطة المدرسة عم نحي عن اليوم عن اكتساب المهارات وعن اكتساب عن هالاستيعاب يعني إضافة لها الخطة شو الأجواء اللي ممكن لازم تتأمن للطالب لحتى فعليا يقدر يفصل حاله ما بين أزمة البلد وأزمة العيلة والأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا لا يقدر ولو قاعد قدامها اللابتوب أو قدامها الجهاز الكمبيوتر يتعلم يقدر يستوى يعني بأول مرحلة حكينا عن الدولة هلأ بدأ أحكي عن الأهل وعن البيت يعني هون كتير مهم هلأ نحنا رجعنا فتنة على المدرسة 3 تربيع المدارس بلشت بتعليم عن بعض وقاتل نحنا فتنة بالتعليم عن بعض ما مفروض الولد يضل عايش أنه أنا بعدني بالفرصة يعني مفروض الأهل كيف كان وقاتل بديروه على المدرسة الولد يغيره جو البيت أنه خلاص عنا مدرسة من نام بكير فيه صار نظام فيه ضوابط خلينا نرد النظام على البيت يعني أهم شغلة النوم بكير إذا بوقت المدرسة كنا نوقف الألعاب الإلكترونية البيت هيدول نوقفهم كتير مهم أنه نحط محل بالبيت مخصص للدرس يعني كيف الولد بيروح على المدرسة عنده الصف بيعرف أنه هون عم بيدرس نهيق له بيئة يعني نقل له أنت هون مكتبك هيدا اللابتوب وقتل عندك صف أنت قاعد على الكرسي قاعد على المكتب عم بتتابع صفك مش أنه القاسف ماشي بس أنا بالبيت أفيني قوم وأظهر ولو المعلمة عم تحكي هون خلينا نحن عم نحط هالإطار وهالنزام الولد يعرف حاله أنه أنا هون وأدرس وأنا بدي أخذها بجدية ولو أنا بالبيت أهله بدون يعطوها هالجدية والمدرسة كمان هي تلعب دور أنه طاعت جدية للشغل اللي عم بيصير عن بعضي دكتور معوض في بعض الناس ربما ما بيملكوا إذا بديك رفاهية هالأمور اللي تحدثت عنها بيتهم منه مجهز ما عندهم غرف كفاية ما عندهم حتى أجهزة كفاية لحتى يكونوا عم يعطوا لكل ولد جهاز فيه نصيحة لألون لأنه يعني خاف نحن عم نحكي يشعروا أنه هن وكأنه هيك أقصيناهن لأنه اليوم التحدي كتير كبير مش كل الأهل يمكن بيملكوا هال مقاومات أنا حتى يمكن على الطاولة بالمطبخ مش غلط بس المهم حط له محل معين هيدا للدرس يعني مش بالضروري أنا أخلق له أخلق له غرفة وجهز له سوراوند سيستم لا لا مهم يعرف أنه هيدا المحل يعني للدرس وإذا هو قعد عم بيدرس بالمطبخ لنقول أنا ما في ندور التلفزيون بالمطبخ وأحضر تلفزيون خليلي وخط عن الأزمة اللبنانية نعم هيدا هي يعني أنا خليني حطه يمكن بيقود بغرفة النوم أما بيقود القعدة اللي منقعد فيها بس خليني لو حتى يمكن ما عنده هاللابتوب عنده طابلت أما عنده تلفون بس خليني يخلي حد كتبه حده خلينا كمان نرجع شوي نقل له أنت شو عاوز طلع كتبك شوف الدفاتر يعني نرجع نفوته نحسسه به بهالحالي اللي كان بالمدرس يحسه نعم لأنه جزء من التدريس معيك هو هالحالة البضعفية هيدا الولد لأنه النظام بخلي الولد كمان يضع ويضع باستعداد للتعلم للاكتساب هيدا شغلة وبعدين أتذكر نحن وصغار من أحلى مرحلة كانت وقتل نشتري الكتب وقتل نجلدهم وقتل نشتري الإرتصية يعني هيدا المرحلة أنه عم بتحضر حالك عم بتجيب الكتب الجديدة عم بتشوفهم عم بتجلدهم مع أهلك هيدا كانت تحضرنا لنفوت على المدرسة خلينا نعيشهم إياها نحضرهم يمكن نتفق نحن وإياهم أنت وقايا وين بترتاح أكتر شي أنت وقاعد هاك أم أنت وقاعد هاك حضر كتبك حدك قبل ما بده يبلش الصف بيبلش الساعة 8 لا مش خلي نايم لأ 8 إلى 5 وبقال له 8 إلى 5 لا قوم من الساعة 7 وربع غسل وجهك تحمى البوس تيابك تروأ تروأ وقعود فوت على الصف يعني خلينا نستعمل هالروتين يلي هو بيعطي جدية للتعلم وكمان هون يعني أنا بشدد يعني أنا ضد الدرس يعني الأهل يلي بيجوا بيقرروا أنه هن بدون يفوتوا ابنهم بالجو بيبلشوا هن يسبقوا على الأستاذ أما يعلموا قبل لا بس فينا نطلب منه يعمل يقوم بمطالعة شوي يقرأ يعني هالقصص البسيطة يلي بترجع بتفوتوا بيجو الدرس دكتور معوض حكينا للأهل حكينا إذا بدك للمسؤولين للأساتزة اليوم الأساتزة هن ما عندهم أجوبة يعني ما تنسي أنه ما عندهم كل الأجوبة علما أنه الطالب بيشوف أستاذه كمثال أعلى بالنسبة له بياخد الأجوبة من الأستاذ وإذا بدك كل ما كان الأستاذ بالنسبة له حازم وجوابه نعم نعم بالنسبة له زاد اهتمام ورغبة بأنه يدرس ويتعلم منه هالك المعادلة كيف بدها تثبت بوقت أنه كمان الأساتزة إن كان هن نوجه لهم أكيد تحيي لأنه إن كان عم بيعانوا هن كمان من وضع صعب عم بحضروا لوضع صعب وعندهم لازم يكون عندهم جهوزية وفي أشياء مننا بإيدهم بتغييرها هلأ الأساتزة حضروا ليفوتوا على المدرسة بالتعليم عن بعض يعني هون ما فينا ننكر أنه قاموا بمجهود جبار لنقلوا طرق التعليم من التعليم التقليدي للتعليم عن بعض بس هون كمان نصيحة للأساتزة إنه ما نفوت بالسنة بطريقة كتير سريعة كتير قوية يعني خلينا نحن عم نتعرف على تلميذنا من وراء شاشة أنا عادة وقت كنت فوت أول السنة على الصف بشوف وجه بشوف عيون بشوف أشخاص قدامي هلأ عم شوف شاشات يعني وعم شوف مرات أسامة يعني حتى في أساتزة حلو نطلب منهم يحطوا الصور إذا مش قادرين يفتحوا كاميرا للتلميذ وخلينا نعطي حالنا مجال نتعرف عليهم أكتر يعني تعاطى معه كإنسان كتلميذ مش كشخص من وراء الشاشة دكتور معوض ورد عبر مواقع التواصل شفنا كم فيديو لكم حدا كان إذا بدك عنده بعض السلوكيات غير اللائقة مع الأستاذ ومعلم علمي أساتزة منهم معوضين على مثل هيدا الشي على شو بتدل هذه السلوكيات وكيف يمكن تفادية هلأ السلوكيات هيدا بتزيل أنه التلميذ كانوا مبسوطين أنه نحنا نعرف أكتر من الأساتز أنه فاتو بلش هلأ المنصات يلي هي متخصصة بالتعليم يعني حتى أنا صارت معي أول ما بلشت أنه يعزم وحدا من بره يفوت على الصف يبلش يرسم رسمات أما يكون عم بشتغل حتى ناميوت يعني هيدول التلميذ بيعملوها شي مش غريب وكلهم قدرين يعملوها مثل هيدا المشاغب قال بالصف بس هلأ صار على المواقع بس على المواقع لأنه صارت مثل ما بيقولوا محفوظة يعني الكل بيقدر يشوفها بالصف مش بس الكل بيقدر يشوفها حتى بالصف بيعملوها منقدر منشوفها ومنعرفها وبيخبروا عنا هون المنصات يلي هي متخصصة بالتعليم فينا نعرف مين يعني ما بيقدر يطول يهرب كتير هون كمان فيه أخلاقية يعني التلميذ بدون يخدوها جدية للقصة وبعد هنا مثل ما عم بيكون عم بيصير بالصف أنه ممكن تعرف مين يلي كان عم بيعمل هيك وممكن يتوجه له حضروا حاله لأنه ربما بعض هالسلوكيات ممكن تأتي من أحدا من هالطلاب حتى يمكن حدا من برا يعني منصة زوم ما منا آمنة مين ما كان في فوت على الاجتماع ما مين ما كان في فوت يفي فوت على الصف التيمز أأمن يعني ما في حدا يفوت إذا ما عنده نفس الدمان إذا ما أنه بنفس المكان العمل هون كمان السنة غيرنا في كتير مدارس نقلوا على التيمز ليتجنبوا الخروقات الخروقات اللي ممكن تصير بالصف نفس الشي يعني في عندك مشاغبين أولاد أشقية وهنا يمكن مرات نحنا بنقول بس بيعطوا جولة الصف يعني الصف ما بيمشي يعني أنا هذا من ضمن التلميز أنه يكون عنده هي البهار إذا بدنا نقول 100% على كل حال حس الفكاهة والديناميكية مطلوبة كتير بالصف من الأولاد إلا على أنه ما تتخطى بعض الأدبيات الأدبيات طبعا طبعا نحنا عم نحكي ضمن الأدبيات وحتى الأستاذ هنا كمان بحاجة مرات أنه يروؤون للتلميز يعني يكونوا أنعم معهم بدي أقول ما يكونوا بهالسرامة والحدية سؤالي الأخير لأليك دكتور معوض أدي لازم إشراك الطلاب خليني أقول عموما بما يحصل اليوم أو عدم إشراكهم لتفادي كمان ألقهم أكتر خلال الدراسة يمكن هيدا سؤال بيسألوا كتير الأهل شو بدي أقول لها الأطفال لما أثر على استيعابهم على تركيزهم بالصف على يعني الأدرة أنه يكون عم يكتسب رغم كل الظروف الصعبية اللي تحيط بنا أنا بنظرة لازم الأهل يكونوا صريحين مع أولادهم يعني الصراحة هي كتير مهمة بأنه حضرتك بتعرف يمكن بيعلم النفس أكتر مني أدي مهم أنا أكون أنا اللي عم بخبر ابني أما أنا اللي عم بخبر بنتي شو عم بيصير وأنا جرب فهمها بس هون دور الأهل يمكن أكتر أنه يطمنوا يعني إذا عم يسمعوا الولاد عم بيقولوا أنه الأساس عم تغلى يمكن بدنا نجوع يمكن يجوا أهلهم يقولوا ماما لا نحن مرح من نجوع رح بيضل في عنا أكل يعني يمكن بدنا ننتبهي شوي عم صروفنا ما بدنا نبعزق ما بدنا نكتر نحكي بالكماليات بس إنما أكل لا أنتوا رح نجوع ما رح نقدر ما رح نجوع يعني هون قدي في هون الأهل يحطون بالصورة بس يكونوا عم بيطمنون بأنه هيدا التطمين يلي بيخلي الولد يركز إذا ما بخبروا شيء وبيسمعوا أنه ممكن أن نجوع الولد رح بيفكر إذا ما بقى معنا مصاري مية بالمية الأمان والحب نعم أني عاملان كتير مطلوبين من الأهل للأطفال كل الحب لأيلك شكرا مرسي ولأيلك كمان شكرا للمعلومات القيمية اللي قدمت لنا إياها شكرا 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 شكرا